الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى واجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرية نظرا لتأثر سلاسل الإمداد العالمية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع على سير الأعمال والموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة والتي تشمل 1477 قرية وتواباها تضم حوالي 18 مليون مواطن حيث تم استعراض خطوات التنفيذ على مستوى الجمهورية والإجراءات التي تم اتخاذها لمرعات ظروف كل محافظة وطبيعتها الخاصة وكذلك معدلات الإنجاز على مستوى مختلف القطاعات قال الرئيس الأوكراني فضوديمين زيلنسكي أن بلاده ستصدر مزيدا من الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي وفي كلمة له قال زيلنسكي أن كييف تعمل على زيادة صدراتها من الكهرباء إلى مستهلكين في الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن تلك الصدرات لن تسمح بزيادة العملات الأجنبية فقط بل ستساعد أيضا الشركاء الأوروبيين على مقاومة الضغط الذي تمارسه روسيا على صعيد الطاقة ألقى وزير الخارجي الأمريكي أنتني بلينكين بالمسؤولية عما يمر به العالم من أزمات على رئيس روسي فلاديمير بوتين وفي تغريدة نشرة على صفحات رسمية بموقع تويتر أكد بلينكين أن الأزمة الأوكرانية دخلت شهرها السادس مسببة الموتى والدمار وأزمات الغذاء العالمية مضيفا أن أوكرانيا لم ولن يتم احتلالها وستبقى دولة ذات سيادة ومستقلة أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بلاده مستعدة لنشر قوات الردع نووي تحسبا لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة وخلال كلمته بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للهدنة في الحرب الكورية قال كيم إن المواجهة مع الولايات المتحدة تفرد تهديدات نووية مضيفا أن القوات المسلحة الكورية مستعدة على نحو تام للتعامل مع أي أزمة وأن قوات الردع النووي مستعدة تماما للانتشار للقيام بكافة المهام الموكلة إليها بدقة وإخلاص أعلن مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا ضرب ساحل توكوبالا في تشيلي وبلغت قوته الستة فاصل اثنين على مقياس ريختر وأضاف المركز أن زلزال وقع على عمق ثمانين كيلو مترا مشيرا إلى أن مركز الزلزال يبعد نحو ثلاث وثلاثين كيلو مترا غربي توكوبالا يأتي هذا فيما ضربت مئات الهزات الارتدادية شمال الفلبين على إثر الزلزال القوي الذي ضرب البلاد أمس ما أصفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح أكثر من مئة وخمسين آخرين أما رياضيا فحقق فريق الأهل فوزا صعبا على فريق مصر المقصة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على الساد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مصابقة الدوري الممتاز بهذه النتيجة رفع الأهل رصيده للنقطة الرابعة والخمسين في المركز الثالث ويتبقى لهم مبارتين مؤجلتان بينما توقف رصيد المقصة عند خمس عشرة نقطة في المركز الأخير بجدول الدوري هذا فيما حقق بيرميتس فوزاه على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على الساد الدفاع الجوي ليعزز فرص المنافسة على لقب البطولة حيث ارتفع رصيده إلى تسع وخمسين نقطة في المركز الثاني يواجه الزمالك فريق فيوتر التاسع مساء اليوم على الساد الأهلي وي السلام ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز يسعى الزمالك لتحقيق الفوز باللقاء وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على صدارة جدول ترتيب البطولة وتحقيق اللقب للعام الثاني على التوالي وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين نهاية منجزة تمنا ناور الاستكمال البيئي فقراء صباح خير يا مصر بعد الفاصل